التقى محافظ القاهرة خالد عبد العال سكرتيرا عام منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية جان بيار مباسي في ديوان المحافظة وأكد محافظ القاهرة دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل الجهود الأفريقية أو الدولية التي تسعى إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالقارة الأفريقية مشيرا إلى أن الدولة بذلت جهدا كبيرا خلال السنوات الثماني الماضية لوضع البنى التحتية الأساسية للجمهورية الجديدة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتي كان على رأسها مبادرة حياة كريمة والتي استهدفت النهوض بمستوى معيشة أكثر من 60 مليون مواطن وبلغت تكلفتها أكثر من 700 مليار جنيه